اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء افاد مصدر من مدينة الجابية بوصول ثلاثة قتلى وما لا يقل عن عشرة جرحة بعضهم اصاباتهم خفيفة الى مستشفى لمجريف بالمدينة عقب اشتباكات اليوم المصدر اوضح ان القتلهم عناصر من ميليشيات حفتر التابعين للكتيبة 101 مشات والتي استولد فيما سبق على مواقع شورى ثوار الجابية في الحي الصناعي جنوبية المدينة وتمركزت بها يأتي هذا فيما اعلنت الكتيبة 101 حالة النفير العام ونشر المكتب الاعلمي والتابع للكتيبة صورا وضح انتشار اليات لها بشوارع الجابية اعلنت غرفة عمليات تحرير الجابية سيطرتها الكاملة على منطقة الحي الصناعي وسكنية نهر الصناعي ومشروع النهر ومنطقة اجنان وكراسة وطريق جال الجابية ضمن عملية عسكرية اطلقتها لتحرير المدينة بمسندة صرايا الدفاع عن مدينة بنغازي الغرفة اكدت سخوط عداد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات حفتر دون الاشارة الى عددهم والاستلاء على كميات من السلاح والذخائر والاليات وبحسب مصادر الغرفة فان ميليشيات حفتر استعانت بالطائرات والقصف العشوائي في محاولة لاسترجاع المنطقة قال المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص ان قواتهم اصابت مخزنا لأفراد تنظيم الدولة في المدينة المركز اضاف ان عملية الاسهداف كانت بالمدفعية الثقيلة بعد رصد احداثياته اذا تشهد محاور القتال في سرط هدوءا نسبيا فيما لا تزال قوات البنيان المرصوص تحافظ على تمركزاتها ومواقعها في المدينة وفي الخبر الاخير ثمن الاتحاد الاوروبي تبني مجلس الامن الدولي بالاجماع القرار الذي يسمح لعملية صوفيا الاوروبية في البحر المتوسط لعب دور اكبر في تنفيذ قرار حظر السلاح على ليبيا جاء هذا الموقف من خلال بيان صدر عن مكتب الممثلة العلا للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني وقالت موغيريني في بيانها ان هذا القرار يعكس دعم المجتمع الدولي للعمل الذي تقوم به اوروبا من اجل جعل منطقة المتوسط منطقة امينة للجميع ولليبيين بشكل خاص ختام الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة